كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نقطة تجمع الحفلات الكهربائية وأخرى التي تعمل بالغاز الطبعي والتي ستشارك في حركة التنقلات خلال نعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 وقد أشهد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات هذه المنظومة التي تراعي أصحاب الهمم والأطفال كما تفقد مدبولي عددا من الدرجات التي سيتم إتاحتها بالمدينة وفق نظم مؤمنة للتحصيل ورزد مسارات تحركها ترجمة نانسي قنقر